هناك أشياء تصبح مثل المودة هس المودة مثلاً أجيب لي المودة فلان مكان أخلي أسوي ممثل أوكي خلي كل الناس خلي تيجي تمثل ترى التمثيل هي المشكلة التمثيل موشيسة تمثيل شي كلش صعب والتمثيل المثل ما قتلك قبل شوية إراد نفس طويل أكو ناس تيجي تمثل حتى تشتهر هس المودة الجديدة ناس تيجي تمثل حتى يصعد حسابهم هاي اللغة الجديدة اللي صايرة هسة بالعراق وأكو ناس لا بس أكو ناس أهداف أخرى يعني هذا مثلاً أكو ناس حقيقيين يريد فعلاً انت شن هدفك من التمثيل؟ يعني والله من البداية أول ما جيت شان أدي حلم بكل الشبير يعني هام أكي الشهرة وفلوس مثل كل أشتهر أشتهر بالمكان اللي مو سهل بأدوارك يعني بالدور اللي أقدمه مو أشتهر مثلاً أنا ممثل أروح أطلع ويمطرب مثلاً حتى أشتهر هذا الني نهائياً وجتني في رسكو أشتهر مثلاً مو أني مثلاً أشتهر أسوي لي خلاف أو مشكلة مع فلان حتى أشتهر أشتهر بالمكان الغلط لا أنا أحب أن أرف أو أشتهر مثل ما أقول من خلال أدواري ليش؟ يعني مو على مود بس الشخص على مود الدور يعني أنا من أمثل دور هذا معناته ده يمثل شريحة من الشباب بالتالي أطرح مشكلة مع الشاب معين أو شخص معين بالتالي من طلعت هاي المشكلة واشتهرت بالتالي يعني أنا مثل ما يقولون حجيت عن مشكلة موجودة بلدي هذا النوع من الشهرة اللي أريد بس هاي الشهرة البسيطة لا قبل طمعت الله ولا الأمر ولا الأمر